السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعينا الاعزاء النهاردة هقول لكم على طريق التصحيح الاسئلة المقالية بسرعة عن طريق منصة جوجل كلاسروم من خلال نمازج جوجل لو عايزين تعرفوا الطريقة السريعة تابعوا معنا الفيديو ده للنهاية انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود في البداية هتروح تفتح الاختبار القصير الخاص بيك وبعدين هتعمل عرض للنموذج وهتروح عند كلمة الردود وتضغط عليها دلوقتي معنا طريقة التصحيح كالقاتي يا اما التصحيح فردي ان انا بشوف طالب طالب والطريقة دي بطيئة شوية لان انا لازم اشوف اجابة كل طالب لوحده وبعدين في النهاية خالص بعمل حفظ انما الطريقة السريعة كالقاتي طبعا زي ما احنا عارفين ان في اسئلة موضوعية بيتم تصحيح تلقائيا من قبل نمازج جوجل ولكن ايضا في اسئلة مقالية لازم اراجعها بنفسي قبل اصدار النتيجة الطريقة السريعة هي كالقاتي ان انا اصحح بالاسئلة سؤال سؤال اختار السؤال من هذه القيمة مثلا انا عارف ان السؤال ده سؤال مقالي اللي هو السؤال رقم 5 بفتحه طبعا في البداية بيزهر لي السؤال هنا طبعا السؤال ده لاي مادة عربي انجليزي اسلامية اي مادة بيكون موجود سؤال وده سؤال مقالي ويبدأ الطلاب يكتبوا اجاباتهم اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ان الطالب هيكتب الاجابة هنا وانت بس مجرد عليه يا اما دغط علامة صح او خطأ لو ضغط علامة صح الطالب هياخد الدرجة الكاملة يعني السؤال ده من درجتين الطالب هياخد اثنين من اثنين ولو ضغط علامة غلط الطالب هياخد صفر من اثنين طب نفترض ان الطالب ده اجابته مثلا هتاخد درجة يبقى اضع له انا درجة باليد اكتب له هنا مثلا درجة تمام انما لو عملت له غلط هياخد صفر لو عملت له صح هياخد اثنين من اثنين طبعا السؤال ده غلط فبديله صفر تمام في المواد التاني احيانا ممكن ان المعلم يكتب درجة ونص او نص درجة عادي جدا اكتب درجة ونص من لوحة المفاتيح بس بشرط اكتبها بسرعة 1.5 فيقدر عادي يسجله واحد ونص من اثنين طبعا لما بنزل انا كده ببدأ اشيك على الاجابات كلها طبعا انا عارف نموذج الاجابة ده سؤال واحد فقط فباشوف الاجابة يا اما صح يا اما غلط يا اما بعدل الدرجة الميزة هنا في الموضوع ان لو فيه اكتر من طالب كاتبين نفس الاجابة بيجيب لي عدد الردود هنا يعني مثلا هنا رد واحد طب ممكن طلاب يكونوا كاتبين نفس الاجابة فيكون مثلا مكتوب ردين او تلت ردود خلينا نختار سؤال تاني مثلا السؤال ده هنا السؤال مثلا الطالب كتب 710 كم طالب كتب 710 8 ردود يعني 8 طلاب في الحالة دي لو انا عملت صح يبقى انا صححت 8 طلاب في نفس الوقت بسرعة جدا اللي كتب 710 باللغة الانجليزية مثلا كم طالب ردان يبقى انا لو عملت صح يبقى انا صححت للطالبين دول بسرعة فهنا البرنامج بيسهل عليك الموضوع ان لو فيه اكتر من طالب كتب نفس الاجابة بيخليك تصححهم كلهم مرة واحدة في نفس الوقت فالتصحيح بطريقة الاسئلة دي طريقة سهلة و سريعة يا اما بعمل صح يا اما بعمل غلط يا اما بعدل الدرجة بعد ما بخلص تصحيح للجميع باجي في النهاية خالص واعمل كلمة حفظ فبالتالي احفظ لي التصحيح و دي طريقة سريعة جدا لتصحيح الاسئلة المقالية بسهولة و بسرعة و تخلص اختبارك في وقت قصير يا رب تكون الطريقة عجبتكم و اراكم في فيديو جديد والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته